هاك و اكتبها وركز معي السؤال بيقول لحضرتك بص معي كده بركزها رحية المهمة جيدة بيقول لك يبقى الفروق في الحاجة دي صغيرة marginal يعني صغيرة مفيد معي ولا لا طيب فروق فأي حاجة صغيرة في الـ graph معناه ايه؟ ارجع معي كده ولا اقول لك اخليك هنا كده فوق بص سنة ادي graph يا عزيزي الـ graph ده فيه x وفيه y لو هايز ارسم line أو curve هنا يقول لي انه الفروق في الـ y قليلة الـ line اللي هارسمه لانه لازم يكون almost horizontal ولا almost vertical slope بتاعه عالي ولا slope بتاعه واطي لازم يكون almost horizontal ولو فيه slope بتاعه ايه؟ سواء لفوق او لتحت اي واحد من الثلاثة دول معناه ان الـ differences في الـ y لي لأيه لو خدت اي نقطة من النقطة على الـ line الأحمر ده ستجد ان الـ y بتاعه قريب من بعضه اول واحد الـ y كله constant ثاني وثالث واحد الـ y بيتغير بس يتغير بالمحة مفهوم؟ طيب افرد الحاجة اللي بقولك ان التغيير فيها بسيط كانت في الـ x يعني x equals 3 مثلا ازاي ارسم graph الـ x's بتاعته يبقى differences بتاعتنا بسيطة ان تقريبا يبقى لهم 3 يعني يكون vertical يكون stop wanting طيب افرد بقى عملتلك line يعني عمل كده ينفع ده؟ لا ده ما ينفعش بالنسبة للـ x بس ينفع بالنسبة للـ y يبقى لو differences في الـ y عايزها تكون بسيطة يبقى الـ line بتاعك هيبقى almost horizontal لو differences في الـ x عايزها تكون بسيطة يبقى الـ line بتاعك هيبقى almost vertical طب السؤال ده بيقولك ان differences في الـ longevity كانت ماجم يالله نرجع للغرف فين الـ longevity D- longevity percentage of surviving mice كام percent من الميس فضلوا عايشين life span هنا مية في المية منهم فضلوا عايشين هنا خمسة وعشرين في المية منهم فضلوا عايشين هنا خمسين في المية منهم فضلوا عايشين يبقى ايه الحاجة اللي عايز الـ differences بتاعك هيبقى الـ y الـ x والي الـ y علشان الـ differences في الـ y تبقى الـ y يبقى I need a line I need a curve that is almost horizontal في أي واحد من الأربعة دول almost horizontal ده كلهم almost vertical كلهم فيهم slopes كبيرة جدا يبقى ما فيش ولا واحدة منهم أوكي مسألني على آخر اثنان بس الكلهم حيبقى بالغرف يبقى therefore a is wrong then a question is easy موسيقى موسيقى